السلام عليكم ورحمة الله تمر به الفنانة شيرين من ظروف وفي الحقيقة دعوات كتير من الترحيب كانت بيها كانت مرحبة بيها من شتى الولايات وبدفع المحبة حتى الكتير أبدأ استعدادهم لاستقبالها في بيته أو في داره وده طبعا بيدل على كرم وسخاء الكثيرون هنا في الجزائر وكمان تواصل معنا بعض الفنانين الجزائريين متضمنين ومرحبين بشيرين في الجزائر اتصل بي الأخ الفنان الجزائري المتميز عماد هلالي معلنا ترحيبه وتضمنه مع الفنانة شيرين في أزمتها فنانة شيرين عبدوها مرحبا بك في الجزائر وفي الحقيقة احنا مازلنا على موقفنا ان الجزائر أنسب مكان للفنانة شيرين لقضاء فترة النقاها واسترداد عفيتها النفسية والجسدية وزي ما هو وضح في الفيديو اللي احنا بنصوره دلوقتي بيظهر في الصورة مركب الساتي السياحي اللي هو أشبه بجزر اليونان بل أكتر جمالا بيتميز المكان بتنوع طبيعته الخلابة وبعده عن المدينة ما يوفر الراحة التامة والهدوء في مكان شبه منعزل وهو أحد الأماكن اللي بنقترحها على الفنانة شيرين عبد الوهاب غير أن الجزائر طبعا بها العديد من الأماكن الجميلة والأكتر جمال وسحر في وليات كتير من الجزائر ما بتقلش جمال عن بعضها البعض في الختام طبعا نعبر عن تضمننا مع الفنانة شيرينو باسم محبيها هنا في الجزائر بنوجه لها الدعوة والترحيب بها في أي وقت ولا ننسى أن نشكر كل متابعين في قناتنا على دعمهم كل الشكر لكم ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة